السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال اللي بيقول ايه هي افضل حماية او الطرق اللي نحمي بها العربية من تحت افضل حاجة هتكون زي ما المصنع عامل اغلب العربيات او ممكن نقول كل العربيات يعني ولكن يعني معظم العربيات بتاخد من تحت حاجة اسمها بلك او اندربودي بص حاجة كده حاجة يعني بص بلك ده ضد الحصوات وضد الرمل وضد الاحتكاكاك اللي تحت حاجة تقيلة شديد غير الدهام بتاع العربية لناخد بلنا بص بص ده اسمه بلك او اندربودي الشركة المصنعة بتنزل بيع العربية من تحت وعلى الدهام من هنا طب ده نزل ازاي نزل العربية دي نزلت في حاجة اسمها احواض اي دي او البو ده والمعدن صريح كانت العربية حديد نزلت خارط برايمر الالبو ده ده افضل حماية على الحديد طب بعد الالبو او ال اي دي بتاخد الاندربودي او البلك ده ده حماية للعربية من تحت من اي خبطات واي حصوات واي صدى او الحاجات دي كلها والاحتكاكات يحمل عربية من تحت غير فوق فوق نعم لان فوق مش عرضة للخبطات اللي زي تحت فانت جات لعربية زي دي وحديد وعاوز اعمل بلكات من تحت في الحالة دي بنعمل ايه وهي حديد صريح مفيش اي برايمر عليها بنصنفر ونطهر وندي ابوكسي برايمر او ووش برايمر اي نوع من انواع البرايمرات اللي هي ضد الصدى والبرومة بعد كده بعد ما بينشف بنبدأ نطبق عليه البلك او الاندربودي ده سواء سولفنت او مائي لكن يعني القص طب انا جاي لعربية ما فيهاش بلك يبقى هتشتغل عليها زي ما الشركة المصنعة عاملة هتشتغل بدون بلك عادة هتخليها نعمة الزبون بتاعك او العميل بتاعك عاوز بلك خلاص دي حاجة ترجع عليك انت وهو تعمل الزبون بتاعك عايز يبقى تعمله البلك زي ما هو عايز بس يكون معرفوا ان دون مش الشكل بتاع الفابريكة طب انزل الاندربودي على الحديد متل على طول ما ننصحش تنزل على المعدن الاول برايمر زي ما الشركة صناعت الشركة كنا عامل لكم فيديو ازاي العربية بتنزل فحوض القلبو ده او ال اي دي بتطلع واخده برايمر ده اقوى حاجة على المعدن بعد كده بينزلوا بالبلكات والسيلر والفلوتات والحاجات دي كلها زي اللي بتكون موجودة في الباب من جوة والحاجات دي مشروعة عندكم يعني بس فانت جالك عربية ايو حاجة زي كده اندربودي بلك وبترشها بلك بالمسدس اللي هو الخاص بالبلكات والكلام ده بس كده رجال اللي عنده اي اضافة اي استفسار في التعليقات يا رب يكون تفيد سهل ومفيد ما تنسو نشف دعوة حلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة